اندلعت اشتباكات استشهد على إسرها الفتى محمد علي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي التي حاورت اختطافه ومنع وصول تواقم الإسعاف إليه وفي بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيليا استشهد الشاب العشريني عارف عبد الناصر عارف لحلوح برصاص المحتل الذي زعم أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة كادوميم في قلقيليا شمال الضفة الغربية وباستشهاد الشاب عارف لحلوح ترتفع حصيلة جرائم الاحتلال منذ بداية العام إلى عشرين شهيدا في مدن الضفة الغربية المحتلة منهم عشر في جنين ومن بينهم أربعة أطفال ويتزمن كل ذلك مع إعلان الكنيسة الإسرائيلي اليوم تمديد قانون الطوارئ في الضفة الغربية لمدة خمس سنوات إضافية ويمنح القانون صلاحيات بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام سبعة وستين وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم مبروش علي شهادته مبروش علي اللي يندي يا حبيبي اللي ينديك يا ستة فس بنات وامهم وابوهم يا حبيبي مابيش له وحيد وحيد هنلا كله يا ستة انت وحيد أخواتك بستنن بيك مشان تطل عليني يا حبيبي أنه بديفوت عليني يا ستة يا عارجي رابيجي المترجم للقناة